الشاهد من هذا كله أنهم مخالفون للسلف كل من دافع ودبع أبي حنيفة هذا الخبيث فهو جهمي كافر قاتله الله أن يؤفك ولو طيلوا بذكري مقدمة تأخذ علينا من الوقت الشيء الكثير ولكن أقرأ في هذا الكتاب الذي هو كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبلة رحمه الله تعالى حتى يتبين للناس أمر هذا الخبيث الذي أحدث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى ودعا إلى بدع كثيرة وضللات كبيرة فبعض الناس يقول لماذا تطعنون في أبي حنيفة وقد ذكر المحقق لهذا الكتاب عادل الحمدان حاشية طويلة في بداية الفصل الذي يتحدث عن أبي حنيفة ذكر فيها المخالفات التي أخذت على أبي حنيفة وذكر أسباب طعن العلماء فيه ونحن نجملها في أنه خالف نصوص الكتاب والسنة وأنه خالف الطريقة المرضية في الاستدلال واتباع النصوص فالدين اتباعه ليس بالدعب ومعارضة النصوص بالرأي هذا من جملة توسعه وتوسع أبي حنيفة في القياس فتوسعه في القياس جعله يفترك الأحديث حتى وصف بعض الأحديث بأنه خرافة قال هذا أحديث خرافة لبعض الأحديث كما سيأتي انتسر ذلك فشاهدوا أن أجماع السلف على تكفيره واضح وتليل لكل من تأمل ذلك فلا يظن أن أظن أن تكفير أبي حنيفة قول لواحد أو اثنين من السلف أو أن تكفيره قبل أن يموت ويودع هذه الحياة حتى بعدما مات ودفنوه سبوه ولعنوه وشاهدوا عليه بالنار وقالوا أنه من النار وطعنوا فيه طعونا كثيرة جدا فلا فيه مجال للشك في هذه المسألة بتاتا فمن شك فيها وتردد وتوقفها فهو ظال زائغ من حرف عن جادة السلف رحمه الله تعالى ونعني بالسلف حينما نقول طعن السلف في أبي حنيفة نعني أصحاب القرن الثاني الذين عاصروا أبا حنيفة وأبا حنيفة توفي تقريبا في 150 للهجرة فكل من عاصروا